إرجاع خمس وحدات توليد من بين الوحدات التي خرجت عن الشركة العامة للكهرباء والتي تسببت في إظلام تام في المنطقة الجنوبية وأجزاء كبيرة من طرابلس هذا ما أفد به رئيس دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد تكوري أتكوري قال إن حالة الإظلام جاءت نتيجة حدوث فصل في دائرة جنوب الهضبة واحد واثنين نتجت عنه هزة في الشبكة مشيرا إلى أن العمل جهر على إرجاع باقي الوحدات والمحطات من الفنيين والمهندسين مبينا أن وضع الشبكة خلال هذه الفترة يعتبر مثاليا حسب قوله ومع تواصل الجهود التي يبذلها مهندس وفنيو الشركة للتغلب على المشاكل الفنية التي طرأت على الشبكة دعت الشركة إلى التقليل مما سبته لاستهلاك المفرط لاستخدام الطاقة لسيما أجهزة التدفئة من قبل المواطنين انقطاع الكهرباء ألقى بظله على خدمات أخرى من بينها جهاز النهر الصناعي الذي قال إن توقف إمدادات المياه عن المنطقة الجنوبية والغربية جاء نتيجة انقطاع الكهرباء عن كل حقول الأبار بمنظومة الحسونة عضو لجنة الطوارئ بمنظومة الحسونة بجهاز النهر الصناعي محمد العاقل قال للأحرار إن حقول الأبار تحتاج إلى محطة توليد خاصة بقدرة خمسين ميجاوات لتوفير احتياجاتها مضيفا أن الجهاز يعاني ضعف الإمكانيات منذ سنوات عجز عن توفيرها بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بدوره أكد الناطق باسم جهاز نهر الصناعي توفيق الشويهد لليبيا الأحرار أن المياه ستشهد خلال هذه الفترة خفاضا في التدفق للعاصمة طرابلس مرجحا عدم انقطاعها بالكامل مبينا أن الفريق الفني المكلف بالصيانة سينتهي من أعماله خلال الساعة القادمة وإلى جانب ذلك تواجه منظومة نهر الصناعي اعتداءات متكررة وأعمال سرقة وتخريب أدت إلى ارتفاع عدد الأبار التي جرى تخريبها وسرقتها إلى 77 بئرا منذ مطلع عام 2017 اشتركوا في القناة